بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين للحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قضى قدر لأن يكون هناك فتن وابتل وامتحان يجري على الخلق ليتميز الصادق في إيمانه من المنافق قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والفتنة هي الاختبار فلا يترك الإنسان أن يقول آمنت أسلمت أنا مسلم أنا مؤمن فلابد أن يبتلى ويمتحن فإن صبر على إيمانه وثبت على إيمانه عند الفتن فإنه صادق في إيمان وأما إن انحرف عند الفتن وانصرف عن دينه فهذا كاذب في إيمانه وهذا منافق كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض أجادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكربون فهذه سنة الله جل وعلا والله جل وعلا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله سبحانه وتعالى يجري الابتلاء والانتحان على الناس على المؤمنين والمسلمين ليتميز الصادق من الكاذب تميز المؤمن الحقيقي من المنافق الكاذب ليتميز الطيب من الخبيث هذه حكمة الله سبحانه وتعالى فالفتن تجري على الناس لهذه الحكمة الإلهية ولو لم تجري الفتن لالتبس الحق بالباطل والتبس المؤمن بالمنافق ولم يتميز هذا عن هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر